السلام عليكم شابي بازينا إن شاء الله كامل تكونوا بخير إن شاء الله كامل تكونوا على خير ورمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير قبل ما نبدأ فيديو حصة رقم 55 كانت واحدة الملاحظة جماعة تفعوا لتراهيميتة تعليقات تراهيميتة منش فاهم عليه ممكن فيديوات توعي ما عجبوكمش ممكن حاجة واحدة أخرى على هذه جماعة من فضلكم لازم نشط له الفيديوات هيا جماعة نبدأ ونكملوا حصة تعنا اللي هي حصة تمارين جزء ثاني جماعة بالنسبة لحصة 52 درسنا المحولات بالنسبة ل 53 درسنا ملخص قوانين وقلتكم هذا تحتاجوا بزاف والحصة الماضية درسنا حصة تمارين جزء الأول جماعة اللي إدخال الأول مرة ماذا به تفرج هذا وبهي يولي مبدع ومتميز بهي يولي مبدع ومتميز تبعني وبإذن الله يولي كل شي بس بوسا هيا جماعة فاصل ثم نواصل جماعة زينا بالنسبة لهذه الحصة جبتكم ربع تمارين من تمارين الخامس حتى تمارين رقم ثمانية هذا هو تمارين رقم خمسة وهذا هو التوقيت تاع الفيديو أبدأ من هذا التوقيت روحوا لي بعدها هذا تمارين رقم ستة وهذا هو توقيت انتاعه تمارين رقم سبعة كما كما تلاحظوا فيه جدول وهذا هو التوقيت انتاعه وآخر تمارين هو تمارين رقم ثمانية وهذا هو توقيت انتاعه تمارين اللي يعجبك روح لحل تاعه ونبذبية فرجوه كامل لأنه كامل فيهما أفكار واللي يحوس على تمارين يروح لصندق الوصفي القازوج روابط هيا جماعة نبدأوا بأول تمارين جماعة قبل ما نبدأوا بأول تمارين نجيبوا معاكم ملخص لدرناه في الحصة الماضية ونجيبوا معاكم قصاصة ولا ورقة راح نزيدوا قانون جديد كما قلتكم في حصة الماضية نخدموا الملخص وبقانون 1 ثلاث قاونين ولا 4 نبدأ نزيدهم تدريجيا بهكذا ما تستعبوش اليوم راح نحتاجوا قانون جديد اليوم راح نديروا قانون جديد وهو قانون بشرى لهذه لازم جيبوا الورقة وتكملوا الملخصة امتاعكم هيا جماعة نبدأوا بتمرين رقم 5 كما قلتكم من قبل عندنا استراتيجية لازمنا نعرف نطبقها نقسمه لورقة ربع اقسام ونبعد نقرأوا تمارين ونحلوهم ليه ونبعد نكتبوا المعطيات ونبعد نبدأوا نحلو الأسئلة ونطبقوا بطريقة التوفيقات هيا جماعة نبدأوا بحل تمارين كما كم تلاحظوا هنا اعطانا تمارين بطريقة جديدة. وش اعطانا? اعطانا وثائق صانعة محولات. اعطانا عدة محولات. كما كنت لاحظوا هنا يا. عندي ستة محولات. كيف نحل هذا التمارين? هذا التمارين سهلة وبسيطة جدا. هيا نقرأ التمارين. اه وش قال لكم جدوة الاثنين. خصائص محول تحكم اولي. اه هذا التوتر الاول تعقده يساوي متين وثلاثين فولت. قاد يزيد بخمسطراش فولت. قاد ينقص خمسطراش فولت. هذا هو الارتياب. احنا ما يهمناش الارتياب. احنا ويهمنه توتر الاول. اذا توتر الاولي يساوي ميتين وثلاثين فولت. وتوتر الثانوي الذي يغذي حمولة هو اربعة وعشرين فولت. اذا وش نكتبو ميتين وثلاثين وش نسميها توتر الاولي الاسمي. اما ربعة وعشرين فولت وش نكتب عليها? توتر ثانوي الاسمي. ما يهمناش الارتياب هذا. من بعد روح نحلوا الجدول. هيا جمعا نحل الجدول. كما كنت لاحظوا هنا عند ست محولات. اول عمود و اشتمايت้ نكتبت على الاستطاعة الظاهرية الاسمية اللي في وحدهها VIA. اذا مجرد تشوف VIA والله استطاع مستطاع مستطاع الظاهرية. اكتب القانون تعاستطاع الظاهرية. اذا واش نكتبوا هذي واشي يقصدوا بها اسان واسان ماذا تسوي تسوي توتر الاوله اسمي في تيار الاولي اسمي وتسوي توتر الثانوي اسمي في تيار ثانوي اسمي. وكذا مذا يطلب مني تيار اسمي ثاني من الاولي نستعينه بالاستطاعة الظاهرية هذا بالنسبة للعامود الاول اما العامود الثاني كتب عليه ضياع في الفراغ وضياع بالفراغ هو ضياعات الحديدية اذا هنا نولي نكتبها اذا مش نقوله بي واحد سيفر هي نفسها بيرتفير لو كان يقول لي استخرج ضياعات الحديدية تاعة هذا المحول مثلا 44040 ضياعات الحديدية تاعة تساوي 11.2 و روحوا لبعدها لبعدها وش كتبنا الضياعات الكلية في المحول كين زج ضياعات كين بيرتفير و كين بيرتجول اذا نكتبه بيرتوتال بيرتوتال ماذا تساوي بيرتفير زيت بيرتجول والله بيرتوتال تساوي بي عشرة زيت بي واحدة سيسي هذا بالنسبة للعامود رقم ثلاثة روحوا لي بعدها العامود الاخير مكتوفي مردود من اجل كوز في اثنين جمع الحمولة تغذى بملف الثانوي اذا هذا الشي يقصد بها كوز في اثنين اذا كانت كوز في اثنين تساوي الثلاثة ولا الصفة ستة ولا واحدة والمردود متغيير على حساب الحمولة اذا نجمع الصفة ستة حمولة هذه ما تخصدت reunف الثاني ما تخصدت تعرف او الثلاثة ولا حاثية مية واحد يمكن تخصدت عرافاء عمولة مقاومية كوز في اثني اثنين white it's a view 1 هي حمولة مقاومية اذا هذي كلمة نفتحية نكتبه هذه هي حمولة مقاومية من بعد هذه معها محولة تغذية الموزعات ذو مرجع اربعة وربعين ميتين ووربعتاش. الجدول اثنين في ملحق. اذا هذا الملحق رح نحوس عليه في هذا الجدول. من بعدها نسيلكسيونيه بهذا الشكل. نحده بهذا الشكل. بها ما رجيه نديه غير. هذو القيم. بها ما نغلطش ما بين ثمانية فاصل اثنين وحداش فاصل اثنين. على هذه الجماعة لازم تلونه. اذا نفرض علي المحول اربعة وربعين ميتين ووربعتاش. هذا هو المرجع نتعه. بعدها نقرأ الاسئلة. سؤال اول اكمل ارسم دارك القياس مع تحديد رموز الاجهزة المستعملة لتجربة محول في الفراغ على وثيقة الاجابة. ليحب يفهم تجربة الفراغ يروح لحصة رقم ثلاثة وخمسة. سؤال اثنين. استخرج من الجدول الثنين في الملحق. قيمة الاستطاع التي يشيئ اليها واطمة. وماذا تمثل هذه الاستطاعات. سؤال ثلاثة. احسب مقامل مرجع للثانوي ارس للمحول. علما ان اثني سيسي يساوي اثني نومينال. والسؤال الاخير احسب المردود المحول من اجل موازعت لها معامل استطاع صفة ستة. اذا كوز في اثنين وشي يساوي اه صفة ستة. اذا المردود انها محول قدها يساوي ثمانين بالمية. مي هو ما قال لكش استخرجها من الجدول. قال لك احسبها بطريقة رياضية. هاي اجمع نبدأ في الحل. اكمال ارسم دارة القياس لتجربة الفراغ. اذا هذه الدارة وشفناها في الحصة الماضية. اذا الملف الاول يحتاجه ثلاثة اجهزة. اما ملف ثانوي نحتاجه جهاز واحد فقط. نبدأ في الملف الاولي. اذا يرمز لتجربة الفراغ بالصفر مع انها المقادر وكل حسنزيد لهم صفر. اذا شكن يجي على التفرع هو جهاز فولت متر. نربطه على تفرع بهذا الشكل. ونكتبه هنا ا ا ا. وعرفنا من قبل لما نكتبهاش ا ا ا زيرو. اوكي لانه توتر الاول وتوتر الاول في الفراغ متساوي. ماتين وعشرين فولتر هذين نكتبها ا ا ا. اما جهاز الثاني يكون على تسلسل. هو جهاز اوامبير متر واحد. يربط على تسلسل مع فاز ومع طرف الاول تعال الوشعة. وهذا جهاز اوامبير متر وش يحسب لي? يحسب لي التيار الاولي سيفر وش معتها في تجربة الفرق. اما الجهاز الثالث وهو جهاز واط متر. اذا نسمي دابليو واحد. يربط على تسلسل. في ناس الوقت. يربط على تفرق. قطب ان هذا زوج يربطه على تفرق. اذا دابليو هذا واحد. هو ايش يحسب لي? يحسب لي الاستعى المنتصى. في الملف الاولي سيفر في تجربة الفراغ. ولينا باللي هذه الاستعى هي ضياعات الحديدية. اما ملف الثاني. بما انه تجربة الفراغ نحتاجه غير جهاز فولت متر. نحتاجه بهنقيس والتوتر الثانوي الاعظمي. اذا هذا جهاز اسمه فولت متر اثنين. يربط على التفرع ما بين فاز والناتر ولا بين الطرفي الوشعة. وهذا وش يحسب لي التوتر الثانوي في الفراغ. هذا بنسبة لسؤال رقم واحد. نزيد ونعجع الجدول. سؤال رقم اثنين. استخرج من الجدول اثنين في الملحق قيمة الاستطاع التي يشير اليها واط متر. ماذا تمثل هذه الاستطاع? وش قالكم هذا الواط متر? وش هي القيمة اللي راح يمدها لي? خرجها لي من الجدول. وهذه القيمة وش هي? وش تمثل في هذه الحالة? اجابة بسيطة جدا. اذا استخرج من الجدول القيمة التي يشير اليها واط متر. اذا بما انه تجربة الفراغ اذا واط متر وش هي قسل ضيعة الحديدية. وكي راح المحاول هذا وراء الضيعة الحديدية اللي مكتوبة Pair Ferala P10. اذا جهاز واط متر يكتب لي اكتب لي اكتب لي احداش فاصل اثنين واط. وهذا الاستطاع ماذا تمثل تمثل ضيعة الحديدية. هيا اجمع اكتبوه معايا. اذا القيمة التي يشير اليها واط متر. P1 صفة السوية 11.2 واط وهي الضيعة الحديدية. وماذا تمثل? تمثل الضيعة الحديدية. ولا نسميه الضيعة المغناطيسية. ولا نسميه كذلك الضيعة الثابدة. رحوا سؤال لي بعده. سؤال رقم ثلاثة. احسب المقامة المرجعة للثانوي ايريس علما ان اثني سيسي يسوي اثني نوميلا. ولو كلمة بالك شديد تكتبها انتهي لي انه احسن تجربة القصر. لازم اثني نوميلا يسوي اثنين سيسي. هيا نكتبوه معا. حساب المقامة المرجعة للثانوي علما ان اثني سيسي يسوي اثنين نوميلا. اذا ندروا التوفيقات. توفيقات الاراس عندها عدة قوانين. نبدأ نكتبوه نحفظ قوانين. اذا ايراس ماذا يساوي? يساوي بواح سيسي على اثني سيسي مربع. والاراس يساوي كذلك ايراثني زيد اروع في ام زيرو مربع. وكذلك ايراس موجودة في هذا القانون. تعهو بوت في التوتر. دلتا اثنين يساوي اثنين في ايراس في كوز في اثنين زايد اكس اس سينيس في اثنين. اذا نجمعش كل قانون لاحي ساعدنا من هذو الثلاثة. اذا نجيبوه الجدول ونشوفه. اذا في الجدول العطالي ضيعات الكلية تساوي 23.4 واط. وعندي الضيعات الحديدية. هنا نقدر نحسب ضيعات بمفعول جول. يعني نقدر نحسب بي واحد سيسي. لان بي واحد سيسي هو نفسه نصخمة في مفعول جول. عانتها هنا هذي نقدر نحسبها. اما تيار ثانوي هي ونفصلة نفسه وهنا نعطي استطاعة ظاهرية. نقدر نحسب تيار ثانوي. اذا القانون الاولى يستعادني. ا ذا في واحد وسيسي نقدر نحسبها. اثني سيسي ليش ار واحد مع طه ليش وام زير او ما اكدش نحسبها اذا قانون ثنين ما يساعدنيش. رحول القانون الاخير. هبوط في التوتر ما عطاها ليش تيا ثانيا ما نقدر نحسبه. éLES نقدر نحسبه. اه معامل استطاع عطاه لي. سينيل ساقا. اطاعه لي. اذا سؤال اخر قاد يستئلك سوأل قاد يمد لك هوبوت في التوتر يقول لك احسب الاقس اس ولا قاد يمد لك اكس اس يقول لك احسب هبوط في التوتر. اذا إذن رس يجب أن تساوي P1 CC على 2 CC مربع وأول حاجة لازم نحسبه P1 CC ومثاني حاجة نحسبه 2 CC وبعدها نعوضهم في رس إذن لدينا Per Total ضيعة الكلية تساوي P1 CC زائد P10 إذن P1 CC ماذا يساوي؟ يساوي P total ناقص P10 وفي الجدول P total قدعطينا 23.4 وP1 ساوي قدعطينا 11.2 إذن ماذا تساوي؟ أقب هذا الشكل وتساوي 23.4 ناقص 11.2 إذن ضيعة بمفعول الجول والله ضيعة في تجربة القصة تساوي 12.2 واط إذن شبقالي بقالي تيار ثانوي إذن لدينا 2 يساوي 2 CC هذه أول حاجة ومدام أن نعطينا استعادة ظاهرية استعادة ظاهرية ماذا تساوي؟ تساوي توتر الأولي في التيار الأولي وتساوي توتر الثانوي في التيار الثانوي إذن تيار الثانوي نقدر نخرجه في هذه الحالة يساوي الاستطاع الظاهرية على توتر الثانوي ومبعد نجيب الجدول الأس قدر أعطينا أعطينا 160 وتوتر الثانوي أعطينا 24 إذن نحسبه إذن تساوي 160 على 24 كنحسبوها نلقوها 6.66 أمبير بعد أجمع تيار وقيت الاستطاع P وحسيسين عوضوا في الأيرس ها نكتبه إذن وتساوي 12.2 على 6.66 موربع كنحسبوها وش نلقوها؟ 0.27 أمبير إذن نكتبها إيرس في إطار تساوي 0.27 أمبير وتنزوج الإطارات أجمعها بها مرة جاء لك تحتاج إيرس تلقوها بسرعة رحوا السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الأخير حساب المردود من أجل كوز في 2 يساوي 0.6 هو فرض عليك كوز في 2 وشفنا في الجدول يقينها 80% مهو ما قالكش خرجها من الجدول وقالك أحسبها رياضية إذن المردود ماذا يساوي يساوي إصطاعت ملف الثانوي على إصطاعت ملف الأولي وقلت كما قلت لكم منقبل عادة إذن ماذا تكتبها بدلالة P2 تساوي P2 على P1 P1 ماذا تساوي بدلالة P2 تساوي P2 زايد كل الضائعات إذن زايد الضائعات الكلية إذن بعدما كتبنا القانون نجمع نحسب المردود لازم نحسب P2 إذا P2 تعمل في الثانوي دائما تساوي توتر الثانوي في الثانوي في كوز في 2 وتساوي على كتتاب بالأسلية أنه نعطيها لخير ما نظل نكتب 24 في الثانوي ونزيد الخدمة على روح إذن ما تساوي S في كوز في 2 بما أن S عطيها ل 96 V إذن ما تساوي 60 في معامل إصطاع عطي 0.6 إذن النتيجة تساوي 96 و إذن المردود ماذا يساوي يساوي P2 96 على 96 زائد ضيعات الكلية P2 زائد تساوي أعطيها في الجدو 23.4 إذن وتساوي 0.804 وتساوي بالتقريب 80% نحن حسبنا لديناها 8.4% مقاربة التي أعطيها في الجدو مقاربة للتجربية كما كما تلاحظ هنا المردود خلال معامل إصطاع كوز 22 0.6 تقدار لدينا 80% ولدينا مقارب القيم سوف نمشي تمرين وكتبوا الحل في الورقة إذن هذا هو التمرين بالترتيب أوكي جماعة تذكروا التمرين اللي بعده هيا رحوا تمارين رقم 6 ورح نديروا نفس الخطوات هيا جماعة بتمارين رقم 6 محاول تغذية المنفذات المتصدرك المنفذات المتصدرك كلمة مفتاحة مع أن توتر ثاني يساوي 24 إذا كانت ضيعت بمفعول جول تساوي 8.3 مستعينا بالجدول الصانع جدول خاصة أسلم محاولات أحد الطور أعطيكم محاولات من 440 211 حتى 440 214 سؤال أول عين محاول مناسب محاول المناسب اللي ضيعت مفعول جول تساوي 8.3 سؤال ثاني أحسب إستطاع في ثاني و ثاني من أجل حمولة حثية والسؤال الأخير هل مردود مستعمل يمثل قيمة أعظمية أم لا على الإجابتك هين نحل التمر نجمع إذن توتر الثانوي أعطاه 24 نكتب U2 و الستطاع كل الوحدة التحافية في الاستطاعات هي الاستطاعات الظاهرة إذا نكتب S و القانون تحام ماذا يساوي يساوي توتر الأولي في التيار الأولي و يساوي توتر الثانوي في التيار الثانوي هذا بالنسب العمود الأول رح العمود الثاني مكتوب فيه الضيعات في الفراغ P1 إذن P1 هي نفس بعدها كتبنا الضيعات الكلية الضيعات الكلية ماذا معنى P1 J Z P1 إذا نكتب P1 Z P1 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 رح بعدها أعطينا المردود النسبي و أعطينا زوج حمولات الحمولة الأول 0.6 كوز في 2 يوس 0.6 لا تستطيع تعرف سكوس عاوية لأن كوز لا تستطيع لأن أعطي نعطي سكوس تعرف عادي إذا 0.6 لا تستطيع نعرف نوع الحمولة ليس كل كوز في 2 تحت تسوي 1 اللي هي حمولة مقاومية إذا هنا هذه حمولة مقاومية وهذه لا تستطيع تعرف أسكوس سعوية والله حثية هيا جماعة رح نكمل الأسئلة هيا نبدأ بسؤال أول عين مرجع المحول المناسب يساوي Pair Total ناقص Pair 3 نبدأ نتستي حتى نقل وقيمة صحيحة تساوي 8.3 واط إذا باتجول يساوي 8.3 واط هذا المحول نبدأ في الأول 7.5 ناقص 3.9 وش تساوي تساوي 3.4 معنا تم ماشي هذا المحول رح المحول بعد 14.3 ناقص 6 تساوي 8.3 واط إذا هذا هو المحول إذا المحول اللي ضيعت مفعول جول 8.3 واط هو ذو المرجع 442 و12 هيا نبدأ نجاوب ونكتبه إذا المرجع المحول المناسب هو 442 و12 كيف عرفنا لأن Pair Total ماذا تساوي P1 CC زائد P10 إذا P1 CC تساوي Pair Total 10 وP1 هي اللي الحاب يجب نلقاه 8.3 واط وبعدها تساوي المحول الثاني اللي Pair Total 14.3 ناقص ضيعة الحديدية تساوي 8.3 واط وهذه تنطبق على Pair جول إذا المحول هو المناسب إذا المحول المناسب هو ذو المرجع 442 و12 هذا بنسبة سؤال رقم واحد رح السؤال اثنين أحصب إستعافي ثانوي P2 من أجل حمولة حثية إذا جمع مادم قالي حمولة حثية أنا قررت الجدول عرفت لي صفة 6 هي حمولة حثية أو سعوية ووحد حمولة مقاومة وبما أن نقول لحثية مع أنها صفة 6 هي الحثية إذا هذه الحمولة الحثية إذا وش هو معامل إستعاف هنا قوز في 2 يساوي 0.6 نبدأ نجاب حساب إستعاف من أجل حمولة حثية أول حاجة نبدأ بالقانون ماذا تساوي تساوي توطر ثانوي في كوز في 2 وتساوي بدلة الإستعاف الظاهرية لأن إستعاف الظاهرية يعطيها على هذه نكتبها بدلة إستعاف الظاهرية توطر ثانوي هو S وتساوي إستعاف الظاهرية S في كوز في 2 من بعد نروح الجدول نشوف الإستعاف الظاهرية أعطيها في A إذن نعوض إذن وتساوي 63 في 6 فاستة وتساوي 37 فاستة ثمانية و هذا بنسبة الإستعاف المفيدة P2 وما تنسوش P2 تكتبها في الإطار رحوا لبعدها رحوا السؤال الأخير هل مردود المحول مستعمل يمثل قيمة أعظمية أسكو يقدم ميو ماكس أم لا علل إجابتك هذا سؤال بسيط جدا إذن هذا المحول لا يقدم مردود أعظمي لماذا كما قلت من قبل بتعرف محول يقدم مردود أعظمي ولا ما يقدم شوف ضيعة مفعول جول وضيعة الحديد إذا لقيتهم تساوي يقدم مردود أعظمي إذا لقيتهم لا يقدم مردود أعظم محول لا يقدم مردود أعظم رحولي بعدها التمرين رقم سبعة ندرسه بنفس الطريقة ونحلوه بنفس الطريقة أي جماعة تمرين رقم سبعة محول تغذية ذو مرجع 44 214 هنا فرض عليك المرجع إذا لازم تدير في هذه الحالة ترح تسيليكسوني المحول اللي مرجع 24 214 هنا أعطالي ثم محولات أول سيليكسوني هذه القيم لا تغلط حجم قادر عامل لم تسيليكسوني 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 18.2 تسيليكسوني 8.2 هذه أول حاجة بعد رجاء مستعينة بالجدول 3 المعطية الصعنة أحسب ضياعات الجول سؤال 2 استطاعة المفيدة P2 من أجل حمولة حثية معامل استطاعتها يساوي COS 0.6 سؤال ثلاثة أحسب توطر الثانوي في الفراغ 2 علما أن هبوط النسبي في التوتر هو 7.8 هذا السؤال جمع جامجة في البكالورية على هذه ديم أركز لهذا السؤال هيا نبدأ خدمة نجمع قبل نحل الجدول هيا نبدأ نحل الجدول إذن هي الاستطاعة التي يحدثها الظاهرية الكلية إذن نكتب S ون هذه بنسبة الأول الظايعة في الفراغ وشيقصد بها P1 وهي نفس الظايعات الحديدة إذن P1 سيقصد P1 إذن هذا المحاول إذا ضايعة الحديدة 1.2 اللي بعدها كيف هنا أقبل الظايعات الكلية المحاول في زوج ضايعات إذن P1 سيقصد P1 سيقصد P1 سيقصد P1 سيقصد الهبوط في التوتر النسبي إذن هبوط التوتر النسبي هنا الحساب COS في 2 كيف تعد 7.3 قد نقلو هذا 5.9% من التوتر الثانوي في تجربة الفراغ إذا كان معامل السطاع COS في 2 6.7% وإذا كان حمولة مقاومة واحد هنا 7.9% وش معنى هبوط التوتر النسبي هذا هو القانون إذن وش نقول دلتا E2 بالنسبة المئوية ما يساوي XX هذه معناتها نسبة المئوية نسبة المئوية التي أعطيها لك في التوتر الثانوي في تجربة الفراغ وش معناتها معناتها جماعة مثلا دلتا E2 وكان تحسب مثلا 2 أعطيها 26 وش ذلك 26 في 7.8 أعلمية تلقي قيمة دلتا E2 هذا هو الهبوط النسبي وبما أنه هنا 1 كوز في 2 يساوي 1 إذن هذه حمولة مقاومية من 06 و03 ما نقدش نعرف نوع الحمولة رحولي بعدها المردود النسبي ثاني متغير لحساب النوع الحمولة 0.3 ولا كوز في 2 0.6 ولا 1 معناتها حمولة مقاومية إذا هنا مردود يساوي 66 إذا كوز في 2 يساوي 0.3 ولا 79 إذا كوز في 2 يساوي 0.6 وإذا كان حمولة مقاومية المردود يساوي 86 بالمئة وآخر حاجة توتر في تجربة القاس وشي يقصد به يقصد به توتر أول CC وعطاه لي بالقيمة النسبية هذا كيف نقدر نحسب ه إذن ماذا يساوي يساوي نسبة المئة اللي يأطاه لك أضرب في التوتر الأول كما نقول التوتر أول 220 فول إذن هذه 7.4 وش معنى 220 فول في 7.4 تقسيم 100 بتلقى EACC هذا بنسبة تحليل تمرين رقم 7 هيا جمع نبدأ بأول سؤال سؤال قال لكم أحسب ضياعات الجول إذن سؤال بسيط جدا نكتب حساب ضياع بمفعول جول بما أن أعطى ضياعة إذن أنا أطلب مني P1 هي نفسها P1 ماذا يسوي P1 total ناقص P10 ونذهب للجدول بضيعة كلية 25.5 وضيعات الحديدية P1 0 تساوي 11.2 إذن ماذا تساوي 25.5 ناقص 11.2 كنحسب نقلوها 14.3 أوات إذن ضياعات بمفعول جول هي نفسها P1 CC وتساوي 14.3 ونبعد نكتبها في الإطار هذا بنسبة سؤال رقم 1 رحل سؤال رقم 2 طلب مننا حساب الإصطاع المفيد P2 من أجل حمول حثية وطلب أوطاننا COS في 2 يسوي 6.6 إذن حساب الإصطاع المفيد P2 من أجل حمول حثية COS في 2 يسوي 7.6 إذن طبق القانون إذن P2 ماذا يسوي يسوي التوتر الثانوي في P2 في COS في 2 وبما أن التوتر الثانوي في T2 هو يسوي 6 الظاهر نكتبها بدلات 6 الظاهر وتسوي S في COS في 2 لأن S أعطيها 160 في A وتسوي 160 في 0.6 إذن نتيجة تسوي 96 واط ونضيرها فسط الإطار إذن P2 يسوي 96 هذا بنسبة سؤال رقم 2 هيا جماعة رحوا للسؤال الأخير وحسب التوتر الثانوي في الفارغ هنا وطلب من 2 علما أن هبوط النسبي في التوتر هو 7.8 بالمئة إذن نكتب حساب التوتر الثانوي في الفارغ 2 من أجل 7 من 2 إذن لدينا هبوط في التوتر 7.8 من 20 7.8 هي 7.8 تقسيم 100 إذن ماذا يسوي 0.78 من توتر الثانوي في الفارغ هذا بعد أجمع 2 هو يطلب من 2 صفر لازم نتخلص من 2 إذن 2 وقانون تحت 2 تسوي توتر ثانوي في الفارغ ناقص توتر ثانوي إذن هذه 2 كفاء تسوي 2 ناقص 2 وتسوي 0.78 2 بعد أجمع هذا 2 ننقل في الطرف الثاني إذن 2 ناقص 0.78 2 وش يسوي يسوي 2 أجمع سمحوا لي غلط هنا 0.78 2 0 بعد هندير الفرق ما بين هذه وهذه إذا وش نلقاها بهذا الشكل هذه لك نقص لها 0.78 تخرج لكم 0.78 922 2 0 ويسوي توتر ثانوي ومبعدها نقدر نحسب 2 0 كنا ننقل المعامل إلى الطرف الثاني إذن 2 0 وش يسوي توتر ثانوي ثانوي على المعامل على المعامل 0.922 وآخر تطبيق عددي 2 0 ماذا تسوي توتر ثانوي 24 على هذا المعامل نحسب نحسب النتيجة الثانوي 2 0 26 وهذا السؤال الجامي جاء في الباقة لأجمع ركز عليه إذن توتر ثاني في الفراغ يسوي 26 ف هو أعظمي إذن لو كان نقول لك أحسب هوبط طريقة جماعة رحين نحل التمرين رقم ثمانية هيا شوفوا معي تمرين رقم ثمانية محاول أحادي التطور داراته مغناطيسية سطح 18 سنتيمتر مربع والشدة القصوى للحق المغناطيسي بي ماكس تسوي 1.1 تسلا هناك هناك مقادير جديدة المقدار الأول هو سطح 18 سنتيمتر مربع والمقدار الثانية جماعة هو بي ماكس يسوي 1.1 تسلا هناك مجرد المدلك الشدة الأعظامية بي ماكس هناك تذكر قانون بوشر إذن في هذه الحال هجمع واش مطلب منكم رحوا الملخص اللي كتبنا ونزيد قانون جديد إذن قانون هذا جديد واش هو التوتر الأول ماذا يسوي يسوي 4.44 في عدد اللفات الأول في التوتر في هذا بنسبة ملف الأول أما ملف الثانية جماعة أعطون ستكتبولي 2 أعطون ستكتبولي 2 تسوي 20 وتسوي 4.44 في F في S و 1 تقدر تعاوضها ب 1 قوة الكهربائية المحرضة و 20 تعاوضها 2 قوة الكهربائية المتحرضة إذن جماعة واش ما طلب وكتبوا فيها القانون الجديد إذن علاقة بوشرو ماذا تسوي القيمة المنتجة الملف الأول تسوي توطر الأول وتسوي 4.44 في N1 في B معكس في S هذا بنسبة الملف الأول أما ملف ثانوي هو الكهربائية المتحرضة في ملف الثانوي ماذا تسوي تسوي توطر الثانوي في الفارق وليس توطر ثانوي لكن توطر ثانوي تعتبر محول مثالي إحنا ديما نخدم محول الحقيق وتسوي ثابت 4.44 في N2 في F في B معكس في S هيجمع أكتبوا لهذا القانون في الملخص ونخدموا بهذا القانون إن شاء الله هيا نرجعوا للخدمة نكملوا هذا مثال مثال رائع وراح يساعدكم بزلاف الفهم أعطيكم ثلث تجارب تجربة الأولى جمعة كما تلاحظ التجربة الأولى فيها جهاز في الملف الثانوي فقط معناتها تجربة الفارق معناتها هذو المقادر وكل تاع الفارق معناتها هذو 27.5 معناتها التوتر الثانوي في الفارق معناتها 20 هذه 2 وات شو معناتها معناتها P1 هذا ملف أولي معناتها P1 سفر معناتها ضيعة الحديدة تسوي 2 وات هذا التيار الأولي في تجربة الفارق وهذا التوتر الأول أما تجربة الثانية في الملف الثانوي قصرنا بجهاز أمبير متر إذن هذه تجربة يسموها تجربة القصر إذن 4.17 أمبير هي 2 سي 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 وست وات معناتها P1 سي سي بس هذا ملف الأولي معناتها ضيعة مفعول جول و 15 يحسب لي تيار الثانوي 4.17 أمبير وات 102 هذا يحسب لي P2 إستعال مفيدة P2 هنا صيف 445 معتها التيار الأول توتر 224 ووت وتوتر أول 220 ووت إذا نجمع نقرأ الأسئلة سمي تجربة ثلاثة كيف ما كنا نشعر فيهم مع استخراج كل مقادر خاصة بها سؤال اثنين احسب نسبة تحويل في الفراغ وعدد لفات المحاول حيث سؤال ثلاثة احسب معامل استعال في الفراغ هذا سؤال جديد ثاني اعطيت لكم احسب تيار E1 CC ما نشمل في نشوف أسئلة يقول لك احسب تيار E1 CC في القصر احسب استعال ظاهر يأس والسؤال الأخير احسب استعال فعال منتص P1 عادة نبدأ ونحلو التمرين كما قصبوا ورقة ربع اجزاء تقرأوا التمرين كما قرأنا تكتبوا المعطيات كامل وتبدأوا في الحال وبعدها نديروا طريقة التوفيقات عايش مع نبدأ اذا تسمية التجارب الثلاثة مع تسمية كل مقادر الكهربائية نبدأ في تجربة واحد تجربة واحد بما انه فيها في الملف الثانوي كين غير جهاز مع انها تكون قصر ولا فارغ وبما انه جهاز هنقص التوتر مع انها تجربة الفارغ اذا نكتب هذه التجربة بما انه فيها جهاز فارغ فقط في الملف الثانوي واش نكتب تجربة واحد ماذا تسمى هي تجربة الفارغ وتجربة الفارغ مقادر كامل نزيد لهم صف اذا المقادر اللي اعطاني هنا خمس مقادر مئتين وعشرين هي التوتر الاول في تجربة الفارغ هو نفس التوتر الاول في الحوم لابدكم ديما متساوين رحوا لي بعد سبعة وعشرين فاصل خمس هذا مع انها التوتر وبما انه تجربة الفارغ وبما انه ملف ثانوي اذا توتر ثاني في تجربة الفارغ مع انها اثنين صف رحوا واحد امبير هو والتيار واحد امبير جي في ملف الاولي معانتها تيار الاولي في تجربة الفارغ اذا تيار الاولي في تجربة الفارغ وننبذله اي واحد صف واثنين واط في ملف الاول معانتها اسطعت ملف اولي وفارغ ننبذلها زيرو اذا اثنين واط معانتها ضيعات الحديدية ولا نسميها ضيعات بملف الاولي في تجربة الفيرر. اذا مش نسمع الستطاع الاولي في تجربة الفيرر وننظرها بي واحد صفر. هو نفسها بيرت فير. هذا بنسبة تجربة رقم وا. هيا اروحوا تجربة رقم اثنين. كما كنت لاحظوا في تجربة رقم اثنين. اعطي جهاز في ملف الثاني واحده. وجهاز يقصر. اذا هذه الدراجة تجربة القصر. اذا تجربة اثنين. وشنا ننظر لها? تجربة القصر. وشنا ننظر لها? سي سي كورت سيركوي. هنا عندي كذلك عندي ثلاث مقادر. مقدار اول خمسطاش فوت. واراي خمسطاش فوت. جاية في ملف الاولي. اذا وحدتها معناها التوتر الاولي في تجربة القصر. اذا مش نكتبو التوتر الاولي في تجربة القصر. نكتبو اي ا سي سي. اما ربعتاش فاصل سبعتاش اومبير جاية في ملف الثانوي. معناها تيار ثانوي. وبما انه تجربة القصر نزيد لها سي سي. اذا ربعة فاصل سبعتاش اومبير. وش نكتبو. تيار ثانوي في تجربة القصر. وشنا نسميها استعة الاول في تجربة القصر. وشنا ننظرها بي واحد سي سي ولا نفسها ضيعات مفعول جول. اذا هنا نكتب بي واحد سي سي وتسوي بار جول. هذا هذا بنسبة تجربة رقم اثنين. هيا جماعة رحوا التجربة الاخيرة. كما كم تلاحظوا كانت اجهزة ملف الاولي وكانت اجهزة ملف ثانوي. هذه التجربة هي تجربة الحمولة. اذا بما انه كانوا متر اثنين. والتجربة الوحيدة اللي فيها استعة هي تجربة الحمولة. الانوتي لا يساوي السفر. والتوتر لا يساوي السفر. اذا تجربة ثلاثة ماذا نسميها تجربة الحمولة. اه قدع عندي هنا مقضى عندي خمس مقادر. مئتين وعشرين هو توتر الاولي الاسمي. وشنا ننظره اي اح. ربعة وعشرين هو توتر الثانوي في تجربة الحمولة. ولا توتر الثانوي اسمي بسكم تسويين لانه محاول نخدمه للحمولة ثابتة. اذا اوش نسميه اثنين هو توتر ثانوي لتجربة الحمل. روحه التياس 7.455. جائع في الملف الاولي. اذا الطيار الاولي في تجربة الحمل اي واحد. و7. 17 ام بير جاية في الملف الثانوي. ووحدة ام بير معناتها التياري معناتها شدة الطيار الذانوي في تجربة الحعملة. نضل اي اثنين. و 80. 8 جمعه جاية في ملف ثانوي معناتها استطاعة ملف الثانوي ولا استطاعة الموفدة. اذا هذه سميها بي اثنين. هذا بنسبة لسؤال رقم واحد هيا رحوا لسؤال رقم اثنين سؤال رقم اثنين احسب بنسبة تحويل في الفراغ اجمعها من قبل ان ندرنا التوفيقات نرم الموضوع القوانين نرى والتي عندنا كم اذا بما انه اطلب منا حساب بنسبة تحويل في الفراغ رحوا تجربة واحد اثنين الصيفر اعطاه علي سبعة وشين فاصل خمسة وتوتر الاول اعطاه لي متين وعشين فوط ما انت هذه التجربة تساعدنا بلا ما رحوا تجربة القصر ولا الحمولة الفراغ ام زيرو ماذا تساوي تساوي اثنين صيفر على التوتر الاولي اعطاه لي سبعة وشيرين على متين وعشرين اذا قد نلقى نتيجة صيفر فاصل مية واثنين وخمسين ونكتبها في وسط الايطار لاننا نحتاج هذا المقدار ام صيفر ماذا يستاوي يستاوي صيفر فاصل مية وخمسة وعشرين سؤالي بعده طلب مننا عدد لفات المحول ان واحد وان ثنين حيث التوتر يساوي خمسين هاتس جمعك يطلب انا مني ان واحد وان ثنين مية اطاهم اللي في زوج مجاهي المقدار هذا القانون ما يستاعدناش ام زيرو يساوي ان ثني على ان واحد ما يساعدناش اذا في هذه الحالة وش نستخدمه نظرية بوشرو نستخدمه قانون بوشرو اذا قانون بوشرو وش هو نستاعه اذا توتر الاول ماذا يساوي يساوي ثابت ربعة فاصل ربعة وربعين في عدد ملفات الاولي في تواتر في قيمة اعظامية لشدة الحق المغناطسي في اس اذا نجمع هذا وكامل عنها. اذا بعدها وش خرجو خرجو وان واحد. انا واحد ماذا تساوي تساوي توتر الاولي على ربعة فاصل ربعين على اف على بي ماكس على اس. وبعدها نعوض بوحدات الدولية ما? اذا توتر الاولي اعطاه لي ميتين وعشين بولت. والاف اعطاه لي خمسين هاتس. وبماكس اعطاه لي واحد فاصل واحد تسلق واحدة دولية. لكن اس اعطاه لي ثمونتاش سنتيمتر موربعة. لازم هذه نحولوها الى مموربعة. يعني فاش نضربوها في عشرة قوة ناقص اربعة. اه تضربها في عشرة قوة ناقص اثنين تولي متر مورب. با زي تضربها في عشرة قوة ناقص ني تولي متر مورب. اذا ماذا تساوي? ان واحد يساوي متين وعشرين على ربعة فاصل ربعة وعبين على خمسين على واحد فاصل واحد على صف الصفه الصفر صفة ثمونتاش. هذي حولناها المتر. اذا انا واحد كنا نحسبوها وشن راح نحن نقعها تساوي خمسين اللف. بعدما لقيت ان واحد اجمعها تقدر طبقوا للقانون تعام 0 يساوي N2 على N1 وتحسبوا N2. أنا أحب أن طبقها لكم بنضي التبوشتر وبتشفاو عليها. إذن ها نكمل ونزيد نحسبكم N2. إذن N2 ماذا يساوي? N2 بما أنه عنا توتو الثاني في الفراغ يساوي ربعة وفاصل ربعة وربعة وربعين في F في بي ماكس في S. وحذر يجمع هنا اثني صفر وليست اثني. إذن نقدر نخرجه N2. N2 ماذا تساوي? تساوي توتو الثاني الثاني في الفراغ. على ربعة وربعين على ربعة فاصل ربعة وربعين في F في بي ماكس في S. وبعدها نديرو التعويض. إذن توتو الثاني في الفراغ عطاه لسبعة وعشرين فاصل خمسة بوت. لفرق كونسطالي خمسين. بي نفسها والأس نفس. إذن كن عوضوش نلقاو النتيجة. راح نلقاوها N1 يساوي ثنين وستين لفة. N2 نجمع تقدر تحسبوها بقانون M0 تساوي N2 على N1. وتحسبوهم بعدها N2. N2 ماذا تساوي? ام زيروا في N1. تح تلقاوه نفس النتيجة. مية ندرككم هذا القانون بتستخدموا. لانه جميل استخدمنا هذا القانون. حاها بنسبة للسؤال رقم 2. هيا اجمع رأو سؤال ثلاثة. سؤال ثلاثة هاحسب معامل استطاعاة في معامل استطاعاة كين كدهها نوع. يا معامل استعقاص في واحد ولا معامل استعقاص في اتنين ولا معامل استطاعاة في الفرق. كي قولك معامل استطاعاة في الفرق مع انها تجربة الفرق. هيا إذا هذا طريقة من تجربة الفارق يتساقيه بالتفرق في . إذن . نسمي معامل إستعمل مدفن الأولي في تجربة الفرق إذن dro다는 ما يأ afford ماذا يتحدث ؟ نقن إثنين والطفيف الثاني وما يسalكن في يطار ، 끝� الثموته على تھائرة وتيار الأولي في تجربة الفرق من بعدها وش نديرو تطبيق عددي إذن وش تساوي هذي تساوي 2 واط هاي وراء طهانا على 220 وتيار الأولي في تجربة الفرق 1 أمبير إذن وش تساوي 0.009 ومتنساوش تديروها في وسط الإيطار إذن هذي ش تسميه معامل استعاف الفرق لبنسبة الملفة الأول رحوا سؤال أرابع سؤال أرابع أحسب تيار الأولي اي واحد سيسي جماعة حذرين اي واحد سيسي موش اي واحد نوميلا ما مش كيف كيف هذا التيار الأولي في تجربة القصر عايج معنا بدأو نختموه حساب تيار الأولي في تجربة القصر عايج معا إذن وش نديرو في هذه الحالة نستخدمو نسبة التحويل إلى نسبة التحويل الفرق عرفنا من قانون منقبل أنه نسبة التحويل تساوي اي واحد سيسي على اثنين سيسي امزيرو حسبناها منقبل إذن اي واحد سيسي ماذا يساوي كين خرجوا اي واحد سيسي يوسيوي ام سيفر في اثني سي سي. ام زير وعطاه هنا سيف فاصل مية خمسة عشرين. ولا تيار ربعة فاصل سبعتاش اثني سي سي اعطاهنا في تجربة القصر وعطيتكم في السؤال رقم واحد. كنعوضوا جماعة وش نلقاو? نلقاو اي واحد سي سي ماذا يساوي? يساوي سيف فاصل خمسمية وواحد عشرين اومبير. جماعة هذي ربعة فاصل سبعتاش نروح لسؤاله وتليون خرجناها من تجربة القصر. اللي هذي هايور ربعة فاصل سبعتاش اومبير. هذا outras تجربة القصر. هذا بنسبة لسؤال اربعة. رحوا السؤال ما قبل الاخير. سؤال خمسة. احسب الاستطاعة الظاهرة اس. لاحظنا اغلب اسئلة دي من يملك استطاعة الظاهرة. نحسبك تيارات هذه مرة. نطلب منك حساب الاستطاعة الظاهرة اس. هيا جماعة رحوا لهذا السؤال. اذا استطاعة الظاهرية اس وش يوقع لانتحاء. تساوي ايمتى ثوتر الاولي في التيار الاولي ولا تساوي توتر الثانوي تيار الثانوي. رحوا تجربة الحمولية لح تساعدنا. إذا ان هنجمع رحوا الملف ثانوي. اعطاه لعطالي ربعة وشين فولت. أو توتم otras 17 او ببرة مع انتها ملف ثانوي عاوني. أما ملف الثانوي تعطالي توتری الأولي. وعطالي تويتر الأولي في زوج يساعدهم. وتحبوا ان نخدموا في ملف الظاني ولا تحبوا نخدمهم ملفة ثانوية. إذا. إذا ما توسئ. توتر الأولي في توتر الأولي. توتر الأول مئتين وعشرين وطيار الاولي سيف فاصل ربعة مئة خمسة وخمسين. كن عاوضوش نلقوها. نلقوها مئة فيا. ولكن تحسبوها بطريقة ثانية. ربعة فاصل سبعة تاشت. ربعة فاربعة واشين. هتلقون نفسه النتجة. لانه في المحاولات الاستعادها تعملها في الاولي ديما. واش تساوي استعادها تعملها في ثانوي. هذا بنسبة السؤال. رقم خمسة. اذا ما تنسوش تكتبها في الايطار. اسوش تساوي مئة ذي. رحوا سؤال رقم ستة. احسب استعاد فعالة منتصى بي واحد. علما ان المردود المحاول هو تسعين فاصل تسعين بالمئة جمعة. انا عادة اندي ما يقول لك احسب بي ثانين. انا اختمتكم هذا التامير. اطلبت منكم بي واحد. هيا جمعنا نحسبو. اذا حساب استعاد منتصى بي واحد. اذا نقدر نخدمها بدلة المردود. انا نخدمها بطريقة رياضية. اذا لدينا المردود. ماذا يساوي بي ثنين على بي واحد. وبي واحد اذا ماذا تساوي جمعك. نخرجها تساوي بي ث ثنين على المردود. اذا بي واحد. ما يساوي بي ثانين. نصوح على اشى التساوي정이 ما بفس دونة. موردي واط. على المردود. تسعين بالمئة. كنا نقسموها على ميعوش نقو Form жест 1990 تسعين . اذا ثمانين على س Savso . defence 90 تسعين . ما نلقاه نلقا P1 سوي 88 واط ونكتبها في وسط الإارة كان تطريقة الثانية سيفوه P1 من قبل عرفنا باللي P1 وش هي علاقتها P2 P1 ماذا تسوي تسوي P2 زياد كل الضيعة وهنا يجمع P2 أعطها لي وP 몇 قطعها لي وP 몇 قطعها لي إذن ami كما نحسبها وش نحصل يحسبه P1 السوي 88 واط وهي نفسه النتيجة جماعة زينا راح نزيدكم سؤال رقم سبعة سؤال رقم سبعة رايحين نحسب معامل استطاع في ملف اولي فقط ملف الاسئلة دي ما نقولك احسب معامل استطاع في ملف ثاني وكوز في اثنين والله كما شفنا سؤال قبل معامل استطاع في ملف اولي في تجربة الفرق ليس منه كوز في واحد صفة هذه المرة راح نحسب كوز في واحد اذا كوز في واحد باشا يتعلق يتعلق بالاستطاع في واحد ويتعلق بالتوتر الاولي والتيار الاولي اذا في واحد ماذا يساوي يساوي توتر اولي في التيار اولي في كوز في واحد اذا كوز في واحد وشي يساوي جماعة اذا كوز في واحد يساوي بواحد على توتر الاولي تيار اولي هادو كامل عنا نعوضه مباشرة اذا بواحد حسبناها لقينها ثمانية وثمانين واط هاي ورا هي توتر الاولي ميتين وعشين فورت وتيار اولي اي واحد يساوي سفر فاصل ربعمية خمسة من بعد من بعد كنا حسبوها نلقاها سفر فاصل سبعة وثمانين ونديرها في وسط الايطار اذا كوز في واحد ماذا يساوي سفر سبعة وثمانين جماعة زيناء راح نمشيكم التمارين رقم ثمانية من بداية النهاية بالعرض الباطئ هاي شوفوا الحلو وهنا جماعة زيناء وصلنا لنهاية الحصة اللي هي حصة خمسة وخمسين وبقاتنا حصة الاخيرة ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله نطلعها وننهيو صفحة المحاولات وما تنسوش يا جماعة بارتاجي والاصحابكم ما تبخلوش بالعلم ماذا بي توصل لكل شخص راه يعاني من درس المحاولات وراه يعاني من هندس الكهربائية وهنا ما ابقى علي نقولكم صحاف طوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة